بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يخفى على أحد ما بذله الأمير محمد بن سلمان حتى يصبح وليا للعهد كما لا يخفى على أحد ما بذله ويبذله وما عنده من طموح كبير لأن يتوج اليوم قبل غدا ملكا للمملكة العربية السعودية ولكن ربما لا تسير الرياح بما تشتهي السفن فقد ذهب دونالد ترامب الذي كان حاميا لمحمد بن سلمان وجاء جو بايدن والذي كشر عن أنيابه نجد الصحافة الأمريكية الآن تقوم بكشف عورات ومساوئ محمد بن سلمان صحيفة نيويورك تايمز تسلط الأضواء على فيلم ترويجي بثه محمد بن سلمان الأيام الماضية لمحاولة التسويق لنفسه ملكا مستقبليا ولكن نرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية نرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد نتابع ما جاء في نيويورك تايمز والتي تقول أن المملكة العربية السعودية تشبه مملكة من القرون الوسطى فالمرأة لا تزال تكافح من أجل الحقوق الأساسية ورجال الدين الملتحين يديرون المحاكم ويقطعون الرؤوس ولكن تقول أن هناك انفصاما ما بين هذا الشكل وما بين حكام المملكة العربية السعودية والذين لا يختلفون عن جيرانهم في دبي وأبو ظبي ولا طالما تمنوا أن يقفزوا إلى عالم التقنية وقد وضع آخر ملوك السعودية يقصد سلمان ولكن من يدير حقيقة هو محمد بن سلمان خططا لست مدن جديدة في الصحراء وصفت جميعها بأنها خطوات تحولية نحو عالم ما وراء النفط نتابع مع حضراتكم ما جاء في نيويورك تايمز تقول الآن أعلن السعوديون عن خيال يجعل كل جهدهم السابقة تبدو مروضة أي التاريخ القديم حيث أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي فيلما قصيرا في يناير الجاري يوضح خططه للمستقبل وهي بيئة ما بعد الحداثة سيتم بنائها على الساحل الشمالي اللي هي مدينة نيوم غربي المملكة العربية السعودية في المنطقة التي فيها مدينة مدين والتي يقول اليهود أن بها الأماكن المقدسة حيث عبر نبي الله موسى إلى هذه المنطقة وبها جبل اللوز المقدس وبها أيضا الصخرة التي شقها موسى عليه السلام بعصاه هذه الأمور أصدرت فيها فيديو ممكن أضعه بإذن الله تعالى أو رابطه أسفل هذا الفيديو للإطلاع عليه وسيكون شريطا حضريا هكذا تقول عن هذه المدينة لها يعني هذه المدينة بلا سيارات بلا عوادم هكذا يقول محمد بن سلمان فيها طريق ساحل طوله 106 أميال لا توجد فيها تلوث حيث يخطط محمد بن سلمان كما يعرف بولي العهد لضخ 500 مليار دولار في هذه المشاريع ذات الصلة وهو مبلغ كبير حتى بالمعايير السعودية وقد أطلق على الخط اسم ثورة حضارية يسكنها مليون شخص من جميع أنحاء العالم الغريب في هذه المدينة أنها لا تخص السعوديين بل هي مدينة منفتحة على العالم كله لمن أراد أن يسكن فيها هذه المدينة والتي قال البعض أنها إضافة لعاصمة السيسي الإدارية وأيضا لعاصمة كازاخستان أستانا هذه المدن الثلاثة يقال أنها مدن تمهد لظهور المسيح الدجال لماذا يرغب أي شخص في الانتقال إلى هناك ولماذا يجب أن تتشكل المدينة على شكل خيط على هذا الساحل يعني أمر غاية في الغرابة تقول نيويورك تايمز لمشاهدة الفيلم الترويجي لولي العهد يجب أن تنغمس في شكل سعودي مميز من الغطرسة يمزج بين الانتصار الديني والعظمة الملكية يبدأ الفيلم بمنتج سريع الحركة لأعظم الإنجازات العلمية والتقنية في القرن العشرين بما في ذلك صور متناقضة للملك المؤسس للمملكة العربية السعودية كما لو كان مبتكرا على طراز ستيف جونز بدلا من صحراء يركبها الجمال طومض التواريخ على الشاشة بخط عتيق كما نرى صور أول بث إذاعي تجاري عام 1920 أول تلفزيونات ملونة 53 أول عملية زرع كلا ناجحة سنة 54 أول رجل على سطح القمر والواقع الافتراضي تصبح الشاشة يوتيوب 1969 ولادة الإنترنت بعد تجاوز أمجاد فارغة وتظهر الكلمات بيضاء على خلفية سوداء ماذا بعد يعني هذا هو الفيلم الترويجي لمحمد بن سلمان إحنا ممكن نستعرض مع حضراتكم بعض الأجزاء من هذا الفيلم الترويجي الذي يتكلم عن نيوم والذي يبدأ هنا بعام 1920 ثم بعد ذلك 1926 هي الاكتشافات أو أحدث الاكتشافات في العالم ثم 32 53 ثم بعد ذلك 54 زرع كلا 69 الصعود للقمر ويواصل بعد ذلك الاكتشافات ثم بعد ذلك ستصبح بعد ذلك كلمة لمحمد بن سلمان بيتكلم عن المدينة وأبعدها وأنها مدينة غير ملوثة ثم بعد ذلك سننتقل إلى هذه المدينة في النهاية ولهي التي تشبه مدينة الدجال يعني كما يقول البعض أو ينافس محمد بن سلمان السيسي بعاصمة الإدارية وأستانا في كزخستان بمدن للدجال واستقبال الدجال هذه المدينة التي يريد أن ينشأها في هذا المكان والذي يقول اليهود أنه مكان مقدس عبر إليه موسى عليه السلام وعاشوا في هذه الديار لا شك أن هذا هو الفيلم الذي تتحدث عنه نيويورك تايم قاطع محمد بن سلمان على خشبة المسرح ده بيوصفه المشهد مرتديا عباء بيضاء بطول الأرض يلقي خطابا موجزا بينما نرى خلفه نموذجا طوبغرافيا لما يشبه قشرة القمر السوداء يخترق طيار رقيق من النار الخضراء المتواهجة ولحظة كنت أتوقع ظهور غوديزيلة ويخوض معركة مع الأمير سيكون فيلم الوحش الياباني المولود من الخوف والإثارة بعد الحرب العالمية الثانية بشأن قوة التكنولوجيا مناسبا بشكل غريب هنا لكن لا هذا الشعاع الأخضر يهدف إلى تمثيل الخط بينما يستحضر محمد بن سلمان هذا العالم الجديد الشجاع لن تستغرق أي رحلة أكثر من 20 دقيقة في داخل مدينة نيوم انبعاثات الكربون صفر تشعر أن وقاحته هكذا تقول الصحيفة ليست أقل من متفازيقي يبدو أنه يعتقد أن الطبيعة نفسها تحت إمرته ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئا تماما لأن محمد بن سلمان كان يروج لأفكار غريبة بنفس القدر من عام 2017 عندما قدم نيوم لأول مرة وهو التطور المستقبلي الأوسع الذي يشكل الخط جزءا منه الاسم هو عبارة عن مجموعة من الكلمات اليونانية والعربية اللي هي كلمة نيوم اللي هي طريقة جديدة للحياة منذ الولادة وحتى الموت يعني هذا معنى كلمة أحرف نيوم لكلمة جديد أو مستقبل وصفت نشرة تصل إلى التفارات الجينية لزيادة القوة البشرية ومعدل الذكاء وفقا لألفين وتسعتاشر وفي صحيف تولي ستريت جورنال استمطار السحب سيجلب المطر إلى الصحراء يتضمن المشروع تخطيطا جدا وواقعيا لتحليط المياه والطاقة البديلة والزراعة الصحراوية كما أخبرني علي الشهابي عضو المجلس الاستشاري لنيوم لكن تلك الأفكار طغت عليها الأحاديث الجامحة عن القطارات فائقة السرعة والخادمات الريبوتات والشاطئ ذات الرمال المتوهجة الغطرسة الكامنة وراء هذه المقترحات التي تغذيها أجيال من الرجال المؤيدين بما في ذلك المستشارون الغربيون ذو الأجور الجيدة ستكون مألوفة لأي شخص قضى وقتا في المملكة العربية السعودية ومع ذلك ربما كنت تتوقع المزيد من الحذر من محمد بن سلمان على الأقل في الوقت الحالي هذا هو الرجل المتهم بإصدار الأمر بقتل الصحف السعودي جمال خاشقجي الذي تم استدراجه إلى القنصلية العربية السعودية في اسطنبول عام 2018 ثم تم خنقه وتقطيعه بمنشار للعظم من قبل فريق أرسله محمد بن سلمان من الرياض تجرأ خاشقجي على كتابة أعمدة انتقادية معتدلة في صحيفة واشنطن بوست صدمت تفاصيل مقتله الوحشي العالم وجعلت محمد بن سلمان منبوذا وندد بالقتل ونفى أي دور فيه تطلب وكالة المخابرات الأمريكية المركزية أن تظهر المعلومات نتابع ما جاء في نيويورك تايمز التواضع ليس في جينات محمد بن سلمان أي أن محمد بن سلمان متكبر في الصراء والضراء يواصل مضايقة منتقديه وسجنهم كما لو أن مقتل خاشقجي لم يظهر أبدا لكن صراخه سمح له بالتغلب على المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية ووضع حدا لترويج المملكة منذ فترة طويلة للعقيدة الإسلامية السامة هكذا تقول أن محمد بن سلمان يتصدى للدين والعقيدة إنه يخفف القيود الصارمة على الحياة الثقافية مما جعله يتمتع بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب نتابع ما جاء مع حضراتكم في نيويورك تايمز عن الفيلم الترويجي الفيلم الترويجي الغريب لمحمد بن سلمان ليس مجرد إنعكاس لطموحاته الملكية لا قد شغفه التكنولوجي صدى لدى العديد من الشباب السعودي ولا يمكنك لو مهم حقا نشأت مدنهم الخاصة بين عشية وضحاها تقريبا من بقع غامضة من الصحراء راقب أجدادهم في رهبة بينما تتسرب مادة اللزوج السوداء من الرمال وتحول على الفور من واحدة من أفقر دول العالم إلى واحدة من أغنى دول العالم لماذا لا يؤمنون بسيارات الأجرة الطائرة والأقمار الإصطناعية أيضا نشير لما قالت الصحيفة بقولها ما لا يقوله الأمير هو أن هناك بالفعل آلاف الأشخاص الذين يعيشون في وقام مع الطبيعة في نفس المنطقة مجتمع قبلي منذ قرون ويتم استبداله الآن بالمشروع صنع أحد رجال القبائل مقاطع فيديو وهم يشير هنا للحويطي احتجاجا على عمليات الإخلاء مقاطع فيديو من نوع مختلف ربما تتخيل عن تلك التي أنتج محمد بن سلمان وقتل الحويطي بالرصاص العام الماضي في مواجهة مع قوات الأمن السعودية يمكن لأي شخص قضى وقتا في المدن الحالية في المملكة العربية السعودية أن يتعاطف مع الرغبة في البدء من جديد ونختم مع حضراتكم ما جاء في نيويورك تايمز تقول الكلمات الأخيرة للفيلم التي يتم التحدث بها على أنها استعراض متعدد الثقافات للوجوه التي طومض على الشاشة هي كلمات غير معقولة إلى حد كبير منزل لنا جميعا مرحبا بكم في الخط كما سمعته لم أستطع إلا أن أتساءل عن المرأة التي تحدثت بهذه الكلمات هل ستفكر في الانتقال إلى مدينة صحراوية نائية لتكون خاضعة للمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولأهواء أمير قاتل أظن أنها فعلت ما فعله الكثير ممن يعملون لدى السعوديين تحدثت بخطوطها واستلمت الشيك وهربت يعني بذلك نكون قد وصلنا إلى ما جاء في نيويورك تايمز عن رغبة محمد بن سلمان أن يسوق لنفسه من ولي العهد لملك للمملكة العربية السعودية فهل سينجح في ذلك وأن الطريق لا يزال معبد له للوصول إلى كرسي الملك أم أن بينه وبين ذلك عوائق سوف تمنعه من تحقيق هذا الأمر نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن العلماء والدعاء في المملكة العربية السعودية وأن ينتقم من كل ظالم وأن يبدل أحوال المملكة العربية السعودية بحاكم عادل رحيم يرفق بهم اللهم آمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر